أهلا بكم أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب لقضاء أن 70% من الأردنيين سيشملهم الدعم الحكومي بعد رفع الدعم عن الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة حيث تم تخصيص 70 مليون دينار في الموازنة بدل دعم الخبز ومبلغ 100 مليون دينار بدل رفع الضريبة جاء ذلك خلال لقائه الصناعيين وزيارة مصانع في شرق عمان التفاصيل في هذا التقرير في ظل التحديات التي تواجه الصناعة الأردنية تحرص الحكومة على دعم القطاع لتمكينه من مواجهة مختلف المعيقات التي يواجهها لكون القطاع الصناعي هو الحل إذا أراد الأردن أن يصبح دولة إنتاجية بحسب تصريحات الحكومة اليوم زيارة في غاية الأهمية لمنطقة ماركة التي فيها أكثر من 900 مصنع أردني حجم الاستثمارات فيها يتجاوز مليار و 200 مليون أردني حقيقة هدف الزيارة بشكل رئيسي لإطلاع على واقع الصناعة وإطلاع المشاهد الأردني والمواطن الأردني على حجم التطور الكبير الذي وصلت عليه قطاع الصناعة في الأردن وبما يعكس قدرته على التصدير الصناعة الأردنية حازت على فرصة كبيرة لدخول الأسواق العالمية عبر تطور آليات التصنيع فيها ورفع جودة منتجاتها التي أصبحت تنافس المنتجات العالمية ووصلت للمستهلكين خارج الأردن زيارتنا لمصنع التعبئة التي تابعة لمجموعة الصائغ حقيقة في غاية الأهمية هذا المصنع موجود منذ عام تسعين يصدى لعديد من الدول أيضا دشنا اليوم توسع جديد بحجم استثمار 4 مليون دينار أردني خطوط مؤتمة بالكامل تهدف إلى زيادة الجودة زيادة الطاقة الإنتاجية وتخفيض الكلف هذا الخط الحقيقة هو من أحدث خطوط في العالم يعني من أحدث ما وصله خطوط صناعة العبوات المعدنية الخاصة للمواد الغذائية طاقة الإنتاجية 400 ألبي بداية هذا صناعة سويسرية وألمانية والحمد لله يعني يغطي احتياجات السوق كاملة بهذه المنتجات اللي عبوا فيها الفول والحمص والحبوب بالصورة عامة ويبقى على الجهات المسؤولة مواصلة العمل من أجل تطوير وازدهار القطاع الصناعي وتسهيل وتبسيط متطلبات أصحاب المنشآت الصناعية لأهمية دور القطاع في جذب الاستثمارات وتوفير العديد من فرص العمل ليلى خالد رؤية رفضت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الألية الحكومية المقترحة حول رفع الدعم عن الخبز وتوجيهه للمواطنين والتي أعلنها وزير المالية في غطاب الموازنة العامة لسنة 2018 وقالت الجمعية في بيانها إن الألية المعلنة تتضارب مع التصريحات الحكومية السابقة التي أعلنها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء بأن الدعم سيوجه لجميع الأردنيين وحجتهم أن أكثر من ثلاثة ملايين وافد ولاجئ يستفيدون من هذا الدعم وأكدت الجمعية أنه وفقا للآلية المعلنة وعلى أساس 500 دينار الراتب الشهري فإن غالبية المواطنين الأردنيين لن ينالوا حقهم في الدعم في ظل ثبات الدخل والذي قد يكون ترتب عليه قروض بنكية أو إيجارات منازل إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع وتزايد نفقات العائلات ارتفع العز في الميزان التجاري للمملكة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 11.2% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة حيث انخفض حجم الصادرات الكلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى ثلاثة مليارات وتسعمائة مليون دينار وبنسبة 2.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 حيث بلغت قيمة صادرات الوطنية ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دينار بانخفاض طفيف فيما بلغت المستوردات 11 مليار دينار بارتفاع نسبته 5.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016 وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 7.2% والبوتاس الخام بنسبة 18.1% والأسمدة بنسبة 4.3% فيما انخفضت من مخضرات الصيدلة بنسبة 5.9% والخضار والفواكه بنسبة 10% والفوسفات الخام بنسبة 17.7% أما على صعيد التركيب السلعي للمصوردات فقد ارتفعت قيمتها من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 21.1% والألات والأدوات الألية وأزائها بنسبة 51.2% والعربات والدراجات وأزائها بنسبة 5.7% والألات والأجهزة الكهربائية وأزائها بنسبة 6.7% واللداء ومصنوعاتها بنسبة 6.5% والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بنسبة 56.7% حقق مطار الملكة العلياء الدولي نمواً في أعداد المسافرين بنسبة 6.6% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي وأعلنت مجموعة المطار الدولي أن المطار استقبل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول 6.8 ملايين ألف مسافر كما شهدت حركة الطائرات ارتفاعاً بنسبة 1.4% حيث وصلت إلى 63.400 حركة بنهاية الشهر الماضي إضافة إلى تحقيقه ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 7.5% في حركة الشحن الجوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي كالبنجر قال إن الرحلات لعدد من الوجهات البارزة ساهمت إلى حد كبير في تحقيق هذا النمو ومن بينها وجهات إقليمية كالقاهرة والإسكندرية والدوحة والكويت فضلاً عن الوجهتين الأكثر شعبية وهما تركيا وروما أطلقت وزارة تطوير القطاع العام دليل تقييم وتحسين ممارسات الحكمة في القطاع العام لسنة 2018 لتحقيق مبادئ سيادة القانون والشفافية والمساءلة بالإضافة إلى المشاركة وزير التطوير القطاع العام مجد شويكي خلال حفل الإطلاق أكدت أن الدليل يمثل أحد مخرجات مشروع تعزيز ممارسات الحكمة في القطاع العام وأن تطبيقه سيعزز ثقة المواطن بالجهاز الحكومي وزيادة الرضا عن الخدمات المقدمة له وستعقد الوزارة ورشاة عمل توعوية وتدريبية للمساعدة في تطبيق الدليل خلال الفترة المقبلة وسيتم إعطاء الأولوية في كل عام لعدد من مبادئ الحوكمة ابتداء بسيادة القانون والكفاءة والفعالية خلال العام القادم والمبادئ الأخرى تباعا عاولنا أن نفهم جميع القائمين على الأعمال بالحكومة أهمية الإجراءات أو أنه سير بإجراءات محددة لعملية التقييم الذاتي للممارسات الحكمة الرشيدة وعملية تحسين تطبيق ممارسات الحكمة الرشيدة طبعا نحن في مرحلة تحول إلكتروني وموضوع الحوكمة يساعدنا جدا بموضوع عادة هندس الإجراءات والتحول إلى الحكومة الإلكترونية اللاورقية مع عام 2020 أطلقت شركة هواوي الأردن الرائدة في مجال الأجهزة الذكية هاتف ميتين برو في الأردن وأكدت الشركة خلال حفل الإعلان أن الجهاز الجديد يتمتع بمواصفات منافسة على مستوى العالم في مجال الهواتف الذكية حيث سيتم طرحه بالأسواق الأسبوع المقبل ويتميز الهاتف الجديد باحتوائه على شريحة الذكاء الاصطناعي التي تمكنه من أن يكون أقوى جهاز في الأسواق من ناحية سرعة معالجة البيانات وبالتالي عكاسها على سرعة الجهاز كما أن الكاميرا الذكية تعمل على ضبط الصورة بشكل تلقائي إضافة إلى ميزة الشحن الأسرع جهاز Mate 10 اليوم راح يكون كمساعد شخصي راح يتعرف على سلوك والسلوكيات ونمط السلوك خلاني نحكي تبع المستخدم ويصير يقدم اقتراحات فهو التعدى موضوع أن يكون هاتف ذكي إلى مساعد شخصي وإن شاء الله بلاقي قبول جيد في السوق الأردن بإذن الله اليوم الميت 10 بيجي على شكلين طبعا على ثلاثة موديلات خلاني نحكي اللي هو الميت 10 العادي والميت 10 أردي طرح بالأسواق موجود هلا في كافة نقاط البيع وفي عندك الميت 10 برو اللي راح يتم طرح الأسبوع الجاي